الفطائر موجود محمرين من فوق ومن تحت فطائر طبي ورائعين إذا كنت تعرفوا كيف شدرت هذا الفطائر لا أعطيكم إلا أن تدخلوا و تشاهدوا الفيديو من الأول و تشجعوني بابوني و بلايك و تعليق في الله معنا نكتشفوا جميع المقادر السلام عليكم كديري لبس عديكم أتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال اليوم سأتشارك معكم أو انتقلت معكم واحدة المصفات دارتها لوليداتي و قلتت أنا نفيتكم تنتميين بقيتو نديرها في داركم يعني احنا عارفين في هذا الأثناء أنه بنادم دارت في الدار مع وليداته ولها إلى كلها مجموعة يريد أننا نبدأون نديروا شي حوائج اللي هما يعني مولفين كنسرهم من بران بدون تعودوا في هذه الفترة هذين تعودوا نديروا كل شي في دارنا اليوم إن شاء الله الوصفة ستكون عبارة عن فطائر سهلين جدا فطائر حلوين اللي هما بلقم في تيوغ و كما عودتكم دائما البساطة والسهولة في الأشياء و من طبيعة الحال أكيد أنه سيكون لداد إن شاء الله لهذه الفطائرة سنحتاجه بنسبة للمقاعدة هذين ستكون 750 غرام لفاقين أو دقيق الأبيض 82 غرام السكر و 450 ميلي لتر الحليب يكون دافي مطابعة الحال لأنه دوبنا فيها الخمير وأكيد أنه خاص يكون دافي بشكل دوب لنا الخمير و بشكل يخمر لنا العجينة دينا هنا الدقيقة كما شفتو 750 غرام ستفيها 100 غرام ديال الزبدة و سنزيد فيها واحد القبصة ديال الملحة من بعد سنزيد واحد البيضاء بالنسبة للناس الذين لا يريدون بشكل بيض يمكن أن يستغنوا إليه في هذه الوصفة سنزيد واحد البيضاء بأي نكهة بريطوب الزهر أو الحمض أو أنتما الذكتشي اللي لديكم في الدركة تستعملوه و صافي سنخلط هذه المقاتير بمساعدة البيضاء بالنسبة للحليب سنزيد الحليب 15 غرام الخميرة الفورية و زيت معها 100 غرام السكر يعني ستجمع القكبار أغامرين تحت السكر حبيبات سنزيد الحليب بعض الحليب بعض الحليب و سنخلط لا أريد أن نزيد الحليب بمرة واحدة لأنه حسب الدقيق و ما يتسرب أو حسب البيضاء و الزبدة التي قمنا ستضيف الحليب بعض الحليب بعض الحليب قد يرغم بمساعدة يجب ان نزيد الحليب و ما يرغب فورها حilation في الباب الزبدة و من يجب من العجينة حليب تجمعها قياس الحليب في الأول 450 ميلي لترسع الحليب العجينة لا تكون قصحة لا ارتبة نغطيها لتخمر لتعطينا نتيجة ونتلقى ان شاء الله بعد ان تخمر أرجعت معكم بعد ما اخلت العجينة نضيف نضيف المرحلة العجن نضيف 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 نخرج من الهواء نضيف 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 ونضيف نضيف كما见 الحجم اللي بقيتون ثم على هذا الفطائر منسبة لي أني يرى ما كان عبرش في الميزان حيث كي اللي يشد الميزان ويبدأ يعبر كل كويرة واختها منسبة لي أني يعيني ميزاني مادم الحجة كتكرة غير في الدار وغير في الدار يعني ما كان وحش راسي تال تلك الحد سوفي كنكورهم بس طريقة هذي وكنحطهم كما قلت لكم الحجم دال الكويرة يرجع لكم بغيتوا تصغرهم بدلوهم صغر لأنهم غاد يبقي يخمروا وبقي غادي يزيدوا سوف يكملتهم دلتهم في الطاوة هاد الكيمياء اللي اعطتني خليتهم من طبيعة الحال تسراحوا واحد شوية باش غادي ندوز تقريبا واحد عشر دقيقة سوف نأخذ واحد الكاس أي كاس ندعوه في الدقيقة باش ما يتلتسق شوية العجينة فيهم بحل ما قد ندير واحد العش وكنت ضغط من الواسط باش ندير واحد الحفرة اللي عادي ندير فيها من بعد عادي ندير فيها المربع عملية كما قلت لكم سهلة جدا وبسيطة جدا وما كيشوفوا ما يعني ما بالنسبة لي ما كيصور شرع ما عاديش طلب منه هاد العملية اكتر من ساعة في في الاعداد وفي الخميرة وفي الطيض يعني ساعة المقانارة تيوجدوا ولكن بالنسبة للتصوير كياخد الوقت شوية كانت هالاطراف بالاصفر ديال البيضاء من طبيعة الحال مخلص مع واحد القطرة ديال الحامض او القطرة الخل او الفاني او هنا كان هذا لكم فتور اللي عندي اللي عندكم سواء المربع بسع المشماش او الفخاز او او الشريحة او مهم الماداكشي اللي عندكم في كل جا تخدموا به هنا ما بغيتوش تديروهم بالمربع كديروهم بالشوكولات ما بغيتوش تديروهم بالشوكولات كديروهم بهكا بلفخوي الساك المهم اه الوصفة الاصلية هي هذه اللي بغيت تفنن فيها و بغيتوش تدير فيها ارام طبيعة الحال كل شي على حسب الدق تعلوا واحد كديرو واحد الكمية قليلة ماشي بزاف هنا كما كتشوفوا عندي الكوك نضيف الكمية من الأول يعني نضيف الاطراف خيارهم نضيف الان نضيف الان ثاني اخر نضيف الان ضروري اخذو حقهم في الخميرة لتنفخهم معنا انا كنديل الكاس باشي لاغطيتهم مي البسقوش ونتلقوا ان شاء الله الفطائر زنة المربعة هما كما قلت لكم سهلين تغيى وجدوا محمرين من الفوق ومحمرين من تحت والاهم من هاتشي انهم فطائر زياد الدار تجربوهم مع اتي ومع قهوة في الصباح او في الجود داي نتمنى الوصفة اليوم تكون عجبتكم ومن طبيعة الحال تشجعوني وتشجعوني بانكم تتابنوا في القناة وفي المشاهدة وفي البرتاج مع الاصدقاء ومع العائلة والسلام عليكم الى وصفة اخرى ان شاء الله